تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أقيم حفل تخريج عدد من كوادر المستشفيات الحكومية الذين تم إدراجهم في برنامج مكثف للترميز الطبي بدعم من المجلس الأعلى للصحة نعم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أكد أن مملكة البحرين تول اهتماما بالغا بالقطاع الصحي الذي يسجل محطة رائدة مستمرة لما يحظى به من دعم من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة حثيثة من سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء منوها بأهمية تنمية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بهذا القطاع عبر توفير البرامج الترابية اللازمة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم ونوها معالي بالدور المحوري الذي تطلع به المستشفيات الحكومية ضمن المنظومة الصحية في مملكة البحرين لا سيما مجمع السلمانية الطبي الذي يعد ركنا أساسيا للعلاج الصحي في المملكة بمسيرته الحافلة لتقديم الخدمات الصحية للجميع منذ افتتاحه وحتى اليوم كما أشار معالي إلى حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز وتطوير علم الترميز الطبي بالمستشفيات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات مملكة البحرين البحثية والإحصائية وفقا للخصائص الديمغرافية وطبيعة الأمراض المتشرة بين أفراد مجتمعنا